السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن مساحة الشكل الهندسي للصف الخامس الابتدائي قبل ما نتكلم في الدرس النهاردة الاول عايزين نعرف يعني مساحة كلمة المساحة هي عدد الوحدات المربعة التي تغطى هذه المنطقة يعني انا لو عندي مستطيل زي ده وفيه مربعات جاهزة كده المربعات اللي جوه دي هي دي المساحة بتاعة الشكل طيب احنا عارفين ان مساحة الشكل المستطيل لقانون والمربع لقانون والمسلس لقانون يعني كل شكل هندسي لقانون طيب هنبدأ الاول بمساحة الشكل الهندسي اللي هو المستطيل اللي قدامنا ده هنقول مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض يعني انا لو عندي هنا الف بخمسة بك planetsبهجيب بسبعة خمسة سنتي بسبعة سنتي لو انا حاجة في مساحة المستطيل هقول ايه هقول مساحة المستطيل بالسانطني في العرض يعني خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين خمسة في سبعة بتسوي خمسة وتلاتين سنتيمتر مربع يبدو ازا وحدة كياس المساحة بالسنتيمتر مربع لو انا عندي طولة الدلعة بتأسل ايه بالسنتيمتر يبيزاً الضلع بالسنتيمتر لكن المساحة ككل سنتيمتر مربع طيب هنتكلم عن مساحة المسلس عشان أجيب مساحة المسلس أنا رسمته مستطيل قدامي سين صاد عين دال جيت هنا في المستطيل رسمته كتر سين عين الكتر اللي عندي في المستطيل ده عمل إيه؟ أسم المستطيل عندي هنا الشكلين أو لمسلسين المسلسين نفس المساحة ونفس القياس يعني متطابقين يعني معنى كده أن المستطيل أسم الشكل اللي عندي هنا المسلسين أو يعني أنا لو عايز أجيب مساحة مسلس واحد هجيب مساحة المستطيل وأقسمها على اثنين عشان أجيب مساحة المسلس يبقى أنا هجيب مساحة المستطيل ككل وأقسمها على اثنين طيب أنا عندي مساحة المستطيل بتساوي إيه؟ الطول في العرض يعني معنى كده أن أنا هجيب نص الطول في العرض طيب إيه الصيغة بتاعة القانون بتقول إيه؟ ان مساحة المستطيل عندي هنا بتساوي نص طول القعدة في الارتفاع ده القانون بتاع المسلس نص طول القعدة في الارتفاع بتاعها يعني لو انا ده عندي قعدة وده ارتفاع لو ده مسلس قائم والكلام ده هناخده دلوقتي لو انا عندي ده القعدة يبقى ده الارتفاع بتاعها لو القعدة ده بخمسة والارتفاع بسبعة يبقى هقول نص فيه خمسة فيه سبعة النتجة يطلع لبتاع مساحة المسلس طب بعد كده أنا عندي هنا كله مسلس كله مسلس من اللي موجودين عندنا ببليء شغله خاص به يعني لو جيت مثلا قلت هنا مسلس الحد أول حاجة عندنا مسلس الحد الزوائي أنا عندي هنا أولا معلومة لازم تعرفها أن كله مسلس له ارتفاع وحيد يعني لكل قاعدة في المسلس لها ارتفاع خاص به طب المسلس ككل فيه كم ارتفاع فيه ثلاث ارتفاعات يبقى أنا عندي المسلس له ثلاث ارتفاعات كل قاعدة في المسلس لها ارتفاع واحد يعني أنا عندي القاعدة به جيم لها ارتفاع واحد القاعدة ألف به لها ارتفاع واحد القاعدة ألف جيم لها ارتفاع واحد بس عدد الارتفاعات كام ثلاث ارتفاعات طيب أنا عندي المسلس الحد أعرف الارتفاعات بتاعته إزاي عندنا المسلس الحد ارتفاعاته تتقطع جميعها داخل المسلس يعني ارتفاعات المسلس تقطع جوه المسلس ده بالنسبة للمسلس الحد طيب أنا عندي هنا القعدة بيه جيم ارتفاعها بيبطلعة من القعدة من الرأس المسلس للقعد يعني أنا عندي رأس المسلس مقبل للقعدة بيه جيم يبا إذا ان الارتفاع يطلع من الألف على القعدة بيه جيم طيب أنا عندي القعدة ألف جيم رأس المسلس فين بيه يبا القعدة تطلع من البي على الألف جيم طب انا عند الالف ب ده قاعدة رأس المسلس المقابل فين اللي هو الجيم يبقى القاعدة تطلع من الالف ب يبقى القاعدة من الجيم لحد الالف ب طيب ده بالنسبة للمسلس الحد طب المسلس القائم المسلس القائم أسهل شوي المسلس القائم الف بجيم ده مسلس قائم في البي طب فين ارتفاعاته ارتفاعاته تتقاطع جامعه عند رأس المسلس القائم يبقى عند المسلس الحد ارتفاع التي تتقطع داخل المثلث لذلك المثلث القائم ارتفاعاته تتقطع عند رأس المثلث إزاي الارتفاع تعرف لو انا جيت والأريف yard عند كعدة بهجيم بهجيم وهي ع dumping سأopolyها ب Vielen طيب الالف بيه دي قعدة فين ارتفاح لو انا جيت عملت كده هنلاقي ان ارتفاحها هنا معايا لو انا جيت قلت هنا الالف بيه ارتفاحها هيكون عندي هنا بهجيم طيب الالف جيم طيب الالف جيم قعدته فيه ارتفاعه فين ارتفاعه هيبه